امشاري اليماني من السعودية يقول يعني شيخاني يقول أنا استمعت لفتواك تقول لا يجوز بيع الذهب بالتقصيد وقلت بأنه حرام طيب ليش حرام مادام أنه ملك لي ألا يحق لي بيعه بالطريقة التي أراها إذا كان هناك وجهة نظر شرعية إلى آخر ما ذكر أخي امشاري بارك الله فيك ورضي الله عنك تشكر على هذا السؤال من باب الاستضاح ومن باب العلم أولا أخي الفاضل نحن تعبدنا الله عز وجل بطاعته وبطاعة نبيه عليه الصلاة والسلام ولذلك قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وقال الله جل وعلا إن تطيعوا وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين الأمر الثاني ما يتعلق ببيع الذهب والفضة بالشروط التي جاءت في الحديث هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام والمسألة متعلقة ببيع الذهب والفضة من حيث المثل ومن حيث القبض وأما إذا كانت بالنقود فيشترط فيها القبض فقط لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد وقال في آخر الحديث لما ذكر أحاديث الأصناف الربوية الستة قال فإن اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد بالنسبة للذهب والفضة يعني في خانة وبالنسبة لبقية الأصناف الربوية في خانة يعني يجوز الشراء بالذهب أو بالفضة البر أو الشعير أو التمر أو الملح على أي طريق لماذا لأن العلم مختلف الأمر الثاني بارك الله فيك واجب على كل مسلم أن يستجيب لله وأن يستجيب للنبي عليه الصلاة والسلام ولا يلزم أنك تقول والله لماذا ما يلزم لأن الله تعبدنا بطاعته وبطاعة نبي عليه الصلاة والسلام يقول جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم قل جل وعلا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون ويقول جل وعلا ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيمة قل جل وعلا ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينة والمعنى يا أخي الفاضل نقف على قنطرة التسليم هذه المسألة أخي الفاضل هذا مما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام الأمر به ولذلك نسلم للنبي عليه الصلاة والسلام من العلماء من ذهب إلى أن هذه أصناف ربوية ولذلك لها أثر في قضية الاقتصاد وفي قضايا كثيرة وأنا أذكر لك على سبيل العجالة فيما يتعلق بقضايا هذا الحديث أنا في تقديري بأن يمثل معجزة لماذا؟ الذهب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد القرون الأولى كان ثابتا بالنسبة للقيمة الآن في أزماننا الذهب متحرك ولذلك في الصباح يكون الذهب في سعر وفي الليل في سعر آخر في سعر آخر لك أن تتخيل يا أخي مشاري لو أنك الآن عقدت الآن على اشتريه الذهب ولم تقبضه مخالفا للنبي عليه الصلاة والسلام لأن الله سلم أمر بالقبض وهبط أو ارتفع سعر الذهب ارتفع سعر الذهب بحيث أن اللي اشتريته بعشرة آلاف أصبح ما يساوي إلا خمسة آلاف مثلا أو العكس انخفض سعر الذهب مثلا أنا أتكلم على أفراد فكيف على أشياء كثيرة جدا ولذلك الآن تعرف السوق الآن كيف يرتفع وينخفض هذا الحديث مثل معجزة لأنه ما كان أصلا الذهب في عهد النسلم بمثل هذه الحركة حركة الصعود والنزول أما الآن فشي عجيب جدا بحيث أن يصبح الناس وسعر الذهب يعني محدد ويمسون وقد تغير السعر طلوعا أو نزولا ارتفاعا أو أنخفاضا والمقصود أخي الفاضل أن هذه أصناف ربوية ستة ذكرها النبي سلم وأمرنا بأن نطيعه فيها والحكمة والعلة ظاهرة بارك الله فيك ورضي عنك